نظم منتدى الاستراتيجيات الأردنية اليوم مجموعة من الزيارات الميدانية لإطلاع وفد رجال الأعمال اليابانيين على النماذج من الشركات الأردنية الرائدة والمؤسسات التعليمية المتميزة في بناء قدرات ومهارات الشباب الأردني تأتي هذه الجولة على هامش أعمال منتدى الأعمال الأردني الياباني الذي انطلق الأربع لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لسيما الصناعية والتجارية والذي ينظمه المنتدى بتعامل مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية جيترو اليابان معروفة أنه كبلد من أكثر البلاد المتطورة اقتصاديا وحقيقة وفد زي هذا رفيع المستوى من أكبر شركات ومنشآت اقتصادية في اليابان أنه يزور الأردن ويشوف الأردن تطوره بالقطاع الطبي وغير قطاعات طبعا أول شي فخر إلنا وتاني شي بيفرجيهم أنه هون في وجهات استثمارية وفرص استثمارية اللي ممكن بلد زي اليابان تفكر فيها ببلد زي الأردن نحن مزودين لحلول دفع وحلول مالية لأكثر من 370 مؤسسة مالية بالعالم مثل HSBC, Citibank, Standard Chartered ومجموعة من البنوك الأخرى اليوم عنا مكاتب بست بلاد مكاتب بالأردن، كويت، قطر، عمان، بالإمارات وبنبال كل الحلول بنقدمها مطورة بالشركة من الألف للياء مبسوطين اليوم نكون عادينا عم نستقبل الوفد الياباني خلال سيارتهم على الأردن كثير مهم لقطاع التكنولوجيا أن يكون في مجال للشركات الناشئة تستفيد من خبرات خارجية فإحنا منتمنى أن نقدر نقلق فرص كوابريشن وتعاون بين شركاتنا والشركات اليابانية حقيقة كان في تفاعل كبير من قبل الزوار عرضنا القطاعات الموجودة في مجمع العمال اللي ممكن الاستثمار فيها منها التعليمي، منها الصحي، منها التجاري وحقيقة كان في عدد من الأعضاء مهتمين وأبدوا اهتمام ليسمعوا أكثر عن القطاعات الموجودة